نقطة تانية الحقيقة انا كنت اثرتها من كام يوم وناس كتيرة زعلت او مني لما اتكلمت على الانضباط وليم اجل القرارات واتكلمت على موضوع كهرباء وبدأ بقى الكلام والهيصة والدوشة وانت جاي تقولي الكلام ده ليه لا يا باش انا الكلام ده قلته خمس مرات قبل كده وعلى مدى السنتين اللي فاتوا قلته من واحد لحد خمسة وقلت في يوم الايام حقولي الكلام ده وحقولي بالاسماء وارجع تاني واكرر النهاردة ما قلته واوأكد ما حدث في قضية كهرباء وبعدين يا سيدي احنا سايبينك تهري زي ما انت عايز بتطلع بشعرات وبتطلع بحاجات انت حر ما حدش ليه ما حدش ليه حاجة عندك يعني هو كلامي غير حاجة من الامر كلامي ما غيرش حاجة من الامر لكن يا شهادة قلتها خمس مرات وبقولها ودي المرة السبعة بقى اللي انا بقولها فمش عايز حد يعني يزعل ويتحمق لانا ما بجيش نحيتك انا بقولك حاجة كانت موجودة ولو شهدت الناس شهادة حق هيقولك حصل ولو جي يومي الايام الضمير صحي حيقوله حصل لان انا بقول كلام اتقال لي انا مش سمعا ولا نقلا لا لا اتقال لي انا وقلته وديني بكرره اللي زعلان مني ما عرفش زعلان ليه لكن ارجع لموضوعي الاساسي والرئيسي وهو وانتو اجلتوا قراراتكو ليه يعني انا بعد ما اتكلمت رقيت هصها ودوشة وبتاع واصلحنا بعتنا للراجل وما رضاش يجي وما رضاش يروح وما حصلش طب والبقيين ما تقولونا بس عشان نبقى عارفين عفوا انتم يعني في ايه وايه علاقته بماتش السوبر يعني ايه علاقة انه لجنة الانضباط تجتمع بمباراة السوبر مش شايف لايه علاقة خالص هو احنا ليه مش حاسمين واخنا ليه ما بينجيش ونقول يا جماعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة دي القوانين ودي اللوايح وبنطبقها واخنا ليه بقعد دايما عن الحاسم احسموا قرروا اجتمعوا اقولوا انا بقولك اجتمعوا اقول حضرتك انا مش طالب منك على فكرة انا مش طالب منك عقوبة ولا طالب منك نشان انا عايز حضرتك قرار انا طالب منك قرار وانتلك المرة اللي فاتت ادي وسام ادي نشان يا مرحبا يا مرحبا بس في النهاية عايز اسمع واشوف قرار اشتركوا في القناة